السوق الجملة والمجازير في الشق التدبيري لأنه كانوا أعرفوا في السنوات الأخيرة واحد المشاكل كثيرة من ناحية التدبير وكانت حتى اختلاسات ومتابعات فين وصل الآن هذا الشق التدبيري وماذا يمكننا نقوله اليوم بأن المواطنين البيضوين على الحكامة بالنسبة للمرفقين اليوم يدخلوا واحد المداخي الكبيرة بالنسبة للمدينة ديرهم أولا إلا بنا نقول منح العام كاين تطور إيجابي في منظومة الحكامة من اللي كانت التدبير المباشير إلى أن صبح التدبير المفوض يعني الآن عندنا شركة تنمية المحلية ده منح عام وش ما فيهش أمو لخطور فيها أمور دائما العامة البشري في أمو للطور ولكن نعطيه نموذج نموذج كانت عندنا المجازير المجازير من تدبير الخاص كانت عندنا شركة تركية في تدبير المفوض بعد ذلك اخذته شركة تنمية المحلية الآن هي المجازير العمومية الوحيدة اللي عندها يعني الوحيدة في المغرب الوحيدة في المغرب اللي عندها الاسرتيفكاتيون إيزو 22000 اللي عندها الاسرتيفكاتيون أي أنها معتمدة من طرف مركز السلامة الصحية وكذلك من طرف بالنسبة ل المنظومة إيزو شكونا شركة تنمية اللي كتدبرة عندنا هي كذا بريستاشون كذا بريستاشون هي اللي كتدبرة الخدمات هي اللي كتدبرها وهذا نموذج دي النجاح باش توصل أو فعلي هذا كي أهلك باش اللحوم اللي كتسكون من هاد بالمجازير كيمكن لها تمشير الفناديق تمشير المساحات البيع العمومية الكبرى إلى آخره المنظومة ينبغي أنت كاميل فيما يخص النقل باش يوصل هادك اللحم اللي في هاد المعايير بالجودة دياله إلا عند الأماكين ديال البيع إحنا غنطوروا القضية ديال نقل لهم اللي غنشوفوا مع التشاور مع الفاعلين اللي إنكين طبيعة الحال واقع قائم خصا نتعاملوا معهم باش نطوروا هاد المنظومة ديال النقل سوق الجملة رأي نفس الشي سوق الجملة لبا يلا مشيتور غتلقى أشغال على مستوى التهيئة ديالسوق الجملة تطوير الإنراء العمومية الصرف الصحي يعني تخزين على مستوى واحد يعني الكياس اللي قد تخزين في واحد المكان المحدد ضبط الخروج والدخول وضع منظومة ديال الكاميرات إلى آخره هاد شي كيطور من جهة الجو فاش كيشتغلوا الناس ولكن نخص في المقابل المداخل احنا كان نرصدو باش فيعل نتكون تنمى على مستوى وكان ديال واحد دراسة اللي هي عندها بعد استراتيجي باش نشوفو تموقع السوق ليس فقط بالنسبة لمدينة الدين البيضاء لأنه هو كياليمونتي وكيزود على المستوى الوطني على المستوى الوطني فكمرفق عنده اقتصادي وتجاري نعمل واحد الدراسة بل نعرف تموقع دياله حتى المكان في المستقبل ماشي في المدى القريب ولكن على المدى البعيد كيفاش يمكن يتطور في المستقبل كمرفق من أهم المرفق ديال مدينة تدرل بيضاء